موسيقى رغم تضفق الاسلحة الغربية على اوكرانيا واستمرار الدعم من الحلفاء الان خيران يلوحان في الافق امام كييف احدهما هو شق طريق المفاوضات تلك المفاوضات قال عنها كبير المفاوضين عن كييف ديفيد ارخاميا ان بلاده ستكون في التوقيت الذي حدده بحلول نهاية اغسطس المقبل في وضع افضل للتفاوض وفيما اعرب ارخاميا عن اعتقاده بان اوكرانيا ستجري عملية المفاوضات مع شن هجمات مضادة في اماكن مختلفة بدون الخوض في تفاصيل حذر رئيس الوزراء البريطاني بورش جونسون الدول الغربية من اطالة امد الحرب الروسية في اوكرانيا ونبه حلفاءه الى ضرورة الاستعداد لذلك داعيا الحلفاء الى تقديم دعم متواصل لكييف لتجنب ما سماه اعظم انتصار للعدوان في اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية جونسون قال ايضا ان الدول الاجنبية الداعمة لكييف يجب ان تتحلى بالجراءة لضمان ان يكون لدى اوكرانيا قدرة استراتيجية للصمود تقودها الى تحقيق النصر في النهاية بدوره قال الامين العام لحلف شمال الاطلسي يانس ستلتنبرغ ان الحرب التي تخودها روسيا في اوكرانيا قد تستغرق سنوات مضيفا ان تزويد القوات الاوكرانية باحدث الاسلحة من جانه ان يزيد فرص تحرير منطقة دومباس من السيطرة الروسية وشدد ستلتنبرغ على ضرورة عدم التخلي عن دعم اوكرانيا حتى لو كانت التكلفة مرتفعة هذا ومن المتوقع ان تعقد قمة للنيتو في مدريد في وقت لاحق من هذا الشهر من اجل الموافقة على حزمة المساعدات لاوكرانيا شكرا